دكتور مارك رياشي اختصاصي جراحة عيزان موعة مدفقة راح بيحكينا اليوم عن أوجاع الظهر أكيد اتصالتنا مفتوحة لقلكم مشاهدينا على 0464 أوجاع الظهر كل السوديو موافق أنه أوجاع الظهر هالموضوع بيطال كل الناس أكبر الصغار التين ايجر غريب أوقات كتير ما بنقدر نفسر وما بيكون فيه سبب طبي واضح بونجور كيف فيك رانيا بونجور لكل مشاهدينا قلت شغلي رانيا أوجاع الظهر شائع على درجة أنه كل شخص على هالكرة الأرضية يوما ما بحياته رح يعاني رح يعاني وجع الظهر فشو ليش شو المشكلة ومش دايما فيه مشاكل عظم أو مشكلة طبية يعني كبيرة أو هيك هو صراحة هو الظهر يعني منحكي عمود فقري يعني كولوم فرتبرال العمود الفقري هو بيربط الرأبة الرأس بالحوض يعني عنا خرزات سبع خرزات بالرأبة 12 خرزة بالصدر وخمس خرزات قطنية يعني ست سيرفيكال دوس توراسيك سينك لومبير هول هال شو وظيفته هالضهر ليش هالخرزات وظيفتها تحمي الدودة الشوكية يعني الموال البينيير وظيفتها تحميها وهي امتداد للجهاز العصبي والرأس امتداد اكستنشن لإلو ومن ال بيها الخرزات بتطلع الأعصاب للي بتتوجه للأطراف العلوية والصفلية يعني الإيدان والإجران هو بتخليني عمرها مية بالمية بتاعت الإحساس بتاعت الحركة وبتتوجه للأعضاء هلأ هالخرزات مش بس فيها عدة إشيات بيتعلق عليها العضلات فيها أبوفيز بيعلقوا عليها العضلات فيها مفاصل فيها ديسكات بين كل خرزة وخرزة يعني في كتير إشياء وكل شغل فيها تسبب وجع ومثل ما قلتلك كل إنسان يوماً ما رح ينعيني وجع الظهر نعم الأسباب الكبيرة طبعاً منعرف الديسك منعرف أوقات يمكن بيصير فيها مثل تسمع تبع الخرزات بيلزقوا ببعضهم بس في أسباب تانية يمكن تكون بالعضل يمكن تكون بالعصب مثل ما تفضلت وذكرت ما منعرف فيها خلينا نأخذ تلك فكرة شاملة عن أهم أسباب أوجاع الظهر هلا أهم شيء واللي شائع جداً واللي الناس بتخاف منه بتقلك أهم شيء ما يكون عنده ديسك لهو صراحة هو الديسك أغلب الأوجاع بتجي منه بس مشكلة الأوجاع مثل ما قلت وفي شغلة تانية يعني أيام بيجي واجع الظهر قوي لدرجة بيعمل بلوكاج يعني الشخص بيكون عبيعمل هولر مزق وما بعرف شو متسميهم يعني رانيا بيبقى شخص قاعد عبيعمل وظيفة معينة ما بيقدر يكفيه طي يوصل للتخت بيوقف وأغلب الأحيان بهالبلوكاج المفاجئ القوي فيه أيام كتير ما بيكون شيء مهم يعني يومين ثلاثة بيرجع بيصير أحسن وفيه أحيان بيبلش الوجع تدريجيا وبيشيل يزيد وبيكون في شيء وراء شيء مهم هلأ نحن شو هو الديسك يعني نخذه بطريقة مبسطة الديسك هو يربط بين الخرزتين بين كل خرزة وخرزة هون متل ما شايفين بين كل خرزة وخرزة في ديسك هيدا اللي هون نعم هو الديسك إذا بتبرمع شوي دكتور هيدا هيدا هو الديسك بيربط بين الخرزة وخرزة وإذا منشوف كمان الروابط بين الخرزات فيه مفصلين بيربطون ببعضهم منسميهم أبوفيز أرتكولير يعني هن الروابط بين الخرزات بس هيدا هو أكتر شيء معرض للمشكلة شو بيصير شو بيصير هيدا الديسك من شو معمول إذا منتطلع هون منشوف هالديسك إذا منتطلع هون الديسك معمول من شيء اسمه نوات أو نويو نوكليوس هون نوكليوس بولبوزوس بالنص نوات مخاط بألياف دائرية بسمون أنولوس فيبروزيس هاو دي الألياف بيحموا وهنا إذا بدك تقريبا مؤلفين كيف القشرة البصلة لايرز سوون دي كوش وحدة حد الثانية كتير قاسين لأنه لا لأنه بدون يأمنوا القوة والحركة يعني ما فيون يكونوا جامدين بدون يأمنوا حركة ونفس الوقت بدون يكونوا قوية ببعض الأحيان بصير في فتق بهالألياف منشان هيك بنسميها إرني ديسكال متل ما شايفين هون هون منشوف بينخزق ديسك بينخزق تنخزق الألياف وبيطلع هيدا ديسك هيدا الأحمر هون مصور أنه مريض وبيضغط على العصب هو ديسك لاش مهم هو مهم لأنه حد العصب هو مش كتير مهم لأنه نحنا بالعملية منشيله أهميته أنه بلزقوا شيء كتير مهم والعصب شي نوبل بالجسم الأعصاب والجهاز العصبي هني للشوز لبلو نوبل بالجسم لأنه إذا العطب العصب يمكن ما في منه رجوع مش هالأرض بس أنه دقيقة الشغلة العصب نوبل أكتر من كل بقية الأعضاء ليش؟ لأنه الجهاز العصبي ما فيه رجينراسيون تبعوله بتختلف عن البقية ولاصة محلة مثلا إذا صار فيه انقطاع بالموال إبينيار فيه شلل يعني الناس وصلوا على الأمر ما صححوا الشلل في شيء للحدود للطبيعة فيه حدود دونك هالعصب لأنه ديسك حده ما نتعامل معه بروية وبنى ما نوصل لها المشاكل نعم دكتور الأسباب الثانية يعني هلأ أحكينا عن أهم سبب وهو الديسك بس أنا رح أحكي عن أشياء اللي بتخصنا نحنا كسيدات يمكن بالحمل بعد الولادة ببركة بفترة المعاد أو قبل كتير أوقات بحياتنا وبتطور حياتنا منحس بأوجاع ظهر شو بتكون هيدا الأوجاع وأي مده لازم استشارة طبيب كتير مهم إننا وجع ظهر شائع لدرجة كل شخص بدو يتعرض له أمتين لازم نشوف طبيب لما بيصير الوجع كتير قوي ودايم ولما بيصير الوجع عم بيطول يعني وجع طول كتير ووجع قوي كتير والأهم من هيك إذا صار وجع ترفع بضعف برخاوة بأحد الأطراف يعني الكاحل ضعف يعني صار في عنا مثل بيسموه ديفيسيت هون هون صارت شغلة طارقة دونك وجع قوي كتير وجع طول كتير لازم نشوف حكيم فيها تكون أوجاع الظهر عابرة ومرأة ومش وجع الظهر عبر وراح ماشي الحال بس هيدا عبيعطيك إنزار ليش نحنا نمط حياتنا صار نمط حيات ما في كتير رياضة صار في شيء اسمه إدمان رقمي كل الناس على التابلت على السكرينز على التليفونات سيدانتير وعم نصير أكتر وأكتر أحسن طريقة نتجنب الجهد على الظهر ما لازم هالظهر كمان ما نعرضه لكتير كونترينت وبنفس الوقت نكون حمينه شو اللي بيحمل الظهر العضلات تلميزك دكتور بلاو البركة فيك فاللي لازم اللي لازم كتير مهم ولازم نعمل رياضة وقت اللي منكون مناح ما الإنسان شو بيصير وقت اللي بيصير مناح أيام المنو رياضة اللي بيحب الرياضة بيصير أوكي بيوازب بس للرياضة بوقتها يعني سباحة سباحة أحسن رياضة بنا نتشمس أقل ونعمل سباحة أكتر دكتور بس هلأ اللي ححكي عن موضوع الرياضة يعني كمان الرياضة مهمة بس قداش بتكفي لما بيكون واحد قاعد كل النهار يعني من قبل كانوا أماتنا ستاتنا القهر كله يمشوا يروحوا ماشي ينزلوا على الجنينة يشتغلوا بالبيت يعني يعني كانت الحركة أكتر بكتير من هلأ هلأ التعب أكتر الحركة أقل رح نحكي بقى الموضوع بس معي اتصال ألو؟ ألو؟ ألو نعم؟ يا هلأ تفضلي؟ ألو؟ بدي أسأل إذا كان الوجع الدهر لوحدة عاملة إرنيد إسكال نعم عاملة إرنيد إسكال وعملة العملية أول مرة وبعد شهر عملت مرة تانية لأنه قلطة صارت ممكن ترجع الإرنيد إسكال بزيت المحال؟ تمام شكراً لإتصالك شكراً له السؤال سؤال شاء يعني مهم عادة لما نعمل إرنيد إسكال يعني منشيل الدهر بأغلب الأحيان خلصت المشكلة بهالمحل بس أنا قلت نحنا عنا 33 خرزة بس يا عم تزقل إذا بيرجع بنفس المحل؟ استثنائياً حسب شو؟ استثنائياً هلأ الدهر نحنا عادة ديسك بمحل معين نحنا منفوت بالعملية منستقصل هالديسك هلأ في كتير هون في كتير أيام منحط براغي أيام ما منحط براغي لأمتي نرجع لها بعدين بالعلاج بس رح نحكي في عنا ديسك بمحل معين شلنا ديسك استثنائياً في راجع بس عادة والأغلب بيراجع ديسك بغير محل لأنه نحنا منعالج هالديسك المريض نحنا لما نعمل عملية ديسك ما عملنا عملية مرارة مش أنو صلنا المرارة ما بقى فيه ما فيه ديسكات بغير محل فيه يرجعوا يمرضوا قليل تيرجع الديسك بنفس المحل وهي قالت بعد شهر عادة لما بيرجع بيرجع بعد فترة قريبة مثل مصار مع المدان بس قليل بس هيدا الشيء يعني ممكن يكون ضل فيه هيك مثل صغرة معينة نحنا نعمل إكسيزيون يعني نستقصل الديسك ممكن يضل فيه شقفة ورجعت كبسة هيدا الشيء وارد بس أدير دكتور بار أنا ديقتين على الأد إذا بتحب نحكي عن العلاجات إن جنرر إيه هلأ شو العلاجات نحنا دايما منجرب نحل المشكلة بقال شي ممكن دايما هو العلاج غير الجراحي العلاج غير الجراحي في عنا إدوية في عنا حبوب في عنا أبر في عنا أبر سيبلاء يعني منعمل أبر محل الديسك أيام نعملها تحت التصوير يعني عندنا ديسك بين الرابعة والخمسة مية عشمال نعمل إبرة بين الرابعة والخمسة عشمال وإيام منعمل عملية أنا أحب أقول لهم للناس لما منعمل عملية وفي مبرر للعملية ما يخافوا عملية الديسك فينا نعملها المريض يقعد 24 ساعة وفي أيام في فوت عبكرة ويفل عشية إذا صحته منيحة ووضعه العام جيد تبقى العملية هادفة بجرح صغير إيام نعملها عندنا دور وأهم شيء تكون مبررة جستيفية وبدأ يكون في تطابق بين منشوفه على الصور المغناطيسية وبالفحص السريري الإكزامان كلينيك إذا في تطابق وديسك كبير وبقية العلاجات فشلت العملية بتعطي نتيجة وما يخافوا منها بس مش أنه من نطع العملية أول شيء دكتور قبل ما نختم وعندنا دقيقة هيك من الوقت نعمل شوية توعية هل تناول الأنتي انفلاماتوار بشكل عشواء يعني أداية ممكن يفيد تير مهم بالديسك الدواء والتريتمان بما فيه الأنتي انفلاماتوار هن مهمين بس هن أقل أهمية من غير إشياء وأهم شغلة مهمة شغل غير إشياء يعني الوقاية يعني تغيير نمط الحياة ما نطعج دهرنا نحنا وعم نحمل نحمل ونحنا دهرنا جاليس نجرب ما نحمل ما نعمل رياضة نعمل رياضة نقوي عضلاتنا وشغلة مهمة لما بيصير الوجع مزمن لما بيصير الديسك مزمن بتصير كل الأوجاع مسكن يعني منكون عم نفوت بهك بهاك حالات عم نفوت بالإفا سيجوندير طبع الدواء ما بقى نستفيد دونك مهم بس لما بيصير مزمن ما بقعد كتير معناتها مهم حسب تريتمنت معين هو علاج منه بس مسكن يعني مش مثل مسكن الوجع هيدا علاج تيخفف في الالتهاب إذا في الالتهاب ولفترة محددة مش على طول تمام تمام دكتور مارك ريشي يعني بعد كتير حكي بهذا الموضوع إن شاء الله منرجع منشوفك منشوفك بحلقات لحقا اختصاص جراحة العظام والعمود الفقري أهلا وسهلا فيك وقفا ومنرجع اشتركوا في القناة